السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الدرس خاص بالمبتدئين تابع لسلسلة التدريب على قراءة الفرنسية خطوة بخطوة نتعرف من خلاله كيف تقرأ الحروف مجتمعة ولماذا لا تقرأ بعض الحروف وكيف يمكنني أن أعرف ما إذا كنت سأقرأها أم لا لهذا فالحروف التي ستكتب بالأزرق لا تنطق والحروف المكتوبة بالأخضر لا تقرأ أيضا ولكنها تؤثر في الحرف الذي قبلها فمثلا الحرف السي إذا قرأناه معزولا يقرأ ك ولكن إذا كتب بعده أ نقرأه س غير أننا لا ننطق س فقط يؤثر في الحرف الذي قبله اليوم اخترت لكم نصا من كتاب للمستوى الرابع ابتدائي سنتعلم من خلاله كيف نقرأ خطوة بخطوة وذلك بتقسيم الكلمة وجمع حروفها وأيضا سنتعرف على لماذا لا تقرأ بعض الحروف الفرنسية وغير ذلك النص بعنوان المدن الإمبراطورية أو المدن الملكية في المغرب عندما نقول المدن الإمبراطورية أو الملكية في المغرب يقصد بها أربع مدن هي فاس مراكش مكناس وكل من هذه المدن كانت في لحظة معينة في تاريخ المغرب العاصمة الإدارية للمملكة أو لواحدة من السلالات الكبيرة التي حتمت في البلاد من أدارس مرابطين موحدين مرينين سعديين وعلويين كل حاكم قام ببناء عاصمته بفخامة وجمالية برأسمال باهد وهذه المدن الملكية اليوم هي مناطق رئيسية تجدب السياح في المغرب وذلك لما تجتمل عليه من روائع معمارية تاريخية وهندسية متميزة كان لابد من هذه النبضة حتى يستطيع تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي أن يتعرفوا ولو قليلا على هذا خصوصا وأنهم لم يدرسوا هذا الموضوع في مادة التاريخ لنعود للنص موضوع الدراسة هنا فيلم لم نقرأ في الأخير لم نقل لها كما في ل لأن هذه الكلمة فيل اتو بلغيال يعني في الجمع الأصل في الكلمة كانت فيل و لا تقرأ في الأخير فقد شرحنا في الدروس السابقة أن جميع الحروف المتحركة كلها تقرأ إذا جاءت في الأخير معدى لفوييل أ فقد قلنا أنه لا يقرأ إذا جاء في الأخير إلا إذا كون مع حرف ثابت كونسون صوت واحد كما هو الأمر في ن ل س ك ج إلى آخره ففي هذه الحالة يقرأ إذا جاء في الأخير وأيضا في الفرنسية أ تضاف في الأخير للدلالة على التأنيس وأس تضاف للدلالة على الجمع أيضا قلنا أن الحروف الثابتة التي تنطق في آخر الكلمة هي الحروف الأربعة الموجودة في كلمة فركل إذا لهذا فلم نقرأ س لفيل أ ب غ ي ي ل أمперيال لفيل أمперيال د ما رو ك دو ماروك هنا سي نطقة ك لأنه إذا جاء آخر الكلمة أو بعده كونسون حرف ثابت فيقرأ ك كما لو أن فوقه سكون وأيضاً كهو من ضمن حروف فغكل الأربعة لذلك يقرأ إذا جاء آخر الكلمة سلالات مختلفة تتابعت في المغرب مختلفة دي نا س تي سلالات س سان تهنا لم نقرأها لأنه لا تنتمي إلى الحروف الأربعة التي تنتق فغكل س س س دي س س دي أهنا لا تنتق وتضاف لدلالة على التأنيث وأس لا ينتق وتضاف لدلالة على الجامع أو ما رو ك أو ماروك دي فرندة ديناستي س س س س س س دي أو ماروك كل واحدة منهن اتخذت مدينة كبيرة عاصمة لها هنا فقط للتذكير س إذا جاءت بعدها أو جاءت بعدها حرف ثابت تقرأ ك فقط حرف ثابت واحد إذا جاء بعدها يتغير نطقها تماما وهو آش ك إذا جاء بعدها آش يقرأ ش كحرف واحد هو ش إذا قلنا أن ك إذا جاء بعدها أو حرف ثابت آخر غير عش فيقرأ كو كو كل أما إذا جاءت بعدها أو إي إغراج فتقرأ س س سي سي شاكن دال هنا أ قرأناه إي لأنه جاء بعدها حرفان متشابهان ل ل أل دال شاكن دال كل واحدة منهن أ ب خي أبخي اتخذت هنا غ قرأت خ لأننا كما قلنا في حلقات سابقة غ إذا جاء مسبوقا بأحد الحروف الأربعة كتف ب ك ت ف ب فيقرأوا خ وليس غ غ أ خي كم كم كابي تال كابي تال عسما كم كابي تال كا عسما انسي انسي وهكذا فس اتي لكابي تال دزيد ريسيد فس كنت عاصمتن للأدريسان هنا نتقنا اس في الاخير لان هذه الكلمة اصلا هي كلمة عربية اسم المدينة فس اتي اتي كانت لا كابي تال لكابي تال عسما دي اي د ري سي د دزيد ريسيد للأدارسة هنا اس نتقناها ز لان اس عند لالليازون ينتقو ز والالليازون تعني ربط آخر حرف ثابت كنصن في الكلمة بأول حرف متحرك في الكلمة التي تليها اي 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 مغاكش سال دزال مغاكش ومراكش للمرابطين اي ما غا كيش اي مغاكش ومراكش سال التي او تلك دي ا ل مو غا في د دزال مغاكش للمرابطين الموحدون اتخذوا الرباط كعاصمة لهم لاحظوا اننا كتبنا ايضا بالازرق لان هذا الحرف لا ينتقوا في الفرنسية اخذوا أو اتخذوا غا با غابا الرباط كو م كم كا بي تا ل كابتال كعاصمة كون تغوا فإذا جاء متبوعا ب فيكتب كو قبل غير ان لا تنطق تكتب ولا تنطق كون تغوا كون تغوا روا الملك أ لا وي ت علاويت العلوي م لا ي ي س ما ي ل مولاي اسمايل الى شوازي مكنس فقد اختار مكنس ا ل ا الى ش و ز شوازي الى شوازي اختار هنا اس قرأ ز لأنه جاء محصورا بين دو وي واس إذا كتب قبله مباشرة وبعده مباشرة يعني محصورا بين دو يقرأ ز شوازي مي ك ني س مكنس محصورا بين محصورا بين محصورا بين محصورا بين الملوكا وسلاطين لذلك تسمى هذه المدن ملكية ديفيل امبغيال يحملون هنا لم نقرأ لأنها جاءت آخر فعل فهي فقط تدل على الجمع عندما تكتب آخر الفعل فلا تقرأ تقرأ فقط إذا جاءت آخر adjective نعت أو adverb حال أو اسم نو إلى آخره أما إذا جاءت آخر الفعل فلا تقرأ مثل موهبة هنا قرأنا لأن هذا اسم وليس فعل إسأر فعليم المؤسسسيح Au point de vue architectural من الناحية المعمارية Au point de vue Au point de vue من الناحية architectural architectural المعمارية architectural Les villes impériales du Maroc Différentes dynasties se sont succédées au Maroc. Chacune d'elles a pris une grande ville comme capitale. Ainsi Fès était la capitale des Idrissides et Marrakech celle des Almoravides. Les Almohades ont pris Rabat comme capitale. Quant au Roi Alaouite Mouley Ismail Il a choisi Meknes. Ces 4 villes appelées Impérial portent la marque de leurs fondateurs. Elles sont très riches au point de vue architectural. Lui Et jusque la finale Lui Lui de l'an 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 Lui l'an Lui l'an Lui l'an Lui l'an